أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد مرء وتشغيل السد على نحو يصن حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر جاء ذلك خلال استقبال سيادته وزيرة خارجية تنزانيا لبراتامولا استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا السيدة لبراتامولا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومشاركة مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية سامي حسن معربا سيادته عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا ومشيدا بقوة الدفع التي تشهدها هذه العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات من جانبها نقلت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى السيد الرئيس من السيدة رئيسة تنزانيا سامي حسن تضمنت الإعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك قضية سد النهضة حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائية وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر